موسيقى تتابعونا موجزا لأهم الأنباء من الجزائر الدولية أهلا بكم يعقد المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية ستفان ديمستورا مشاورات ثنائية غير الرسمية في نيويورك وبحسب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستفان دوجاريك فقد أعرب ديمستورا عن أمله في إمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصيلة وكان المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وود الذهب قد جدد رفضه أية مقاربة لا تحترم الإطار القانوني الواضح للنزاع في الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار تخضى بالاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال أجر الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء تعديلا وزريا طال حقائب شملت وزراء النفط والتجارة والصناعة والعمل ووزير دولة وأشمل المرسوم وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية تعيين فراس حسن قدور وزيرا للنفط والثروة المعدنية محسن عبد الكريم علي وزيرا لتجارة الداخلية وحماية المستالك عبد القادر جوخدار وزيرا للصناعة لؤي عماد الدين المنجد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وأحمد بوستاجي وزير دولة استدعت وزارة الخارجية السويدية الأربعاء السفيرة روسية في ستوك هولم احتجاجا على بيان روسي يصف السويد بالهدف المشروع في حال انضمامها إلى حلف الناطو وذكرت وكالة تيتي للأنباء أن الشكوى السويدية تخص بيانا على الموقع الإلكتروني للسفارة الروسية قال إن الانضمام إلى حلف الناطو يجعل السويد هدفا مشروعا حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي من تداعيات هزيمة قواته في باخموت كما وجه دعوة للرئيس الصيني لزيارة كييف زيلنسكي أكد في مقابلة خاصة بها وكالة أسجيتيد بريس أن روسيا ستبدأ في حجد دعم دولي لتوقيع اتفاق يجبر أوكرانيا على تقديم تنازلات غير مقبولة في حال لم تحقق بلاده النصرة في باخموت يقوم مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي الأربعة بزيارة تفقدية إلى محطة زاباروجيا للطاقة النووية وتعد هذه هي الزيارة الثانية من نوعها لجروسي إلى زاباروجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا منذ بدء الحرب في أوكرانيا هذا ومن المتوقع أن يعبر جروسي الذي وصل إلى أوكرانيا مطلع الأسبوع الحالي خط الجبهة لدخول المنشآة النووية وصف الرئيس الأبريكي جو بايدن الأربعاء إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا بأنه خطير ومقلق للغاية وقال بايدن في تصريحات إعلامية إن الروس لم يفعل ذلك حتى الآن مؤكدا في الوقت ذاته أنه إعلان خطير ومثير للقلق هذا وكان الكريملين قد أعلن في وقت سابق إن أنه بصدد نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا يصل الملك تشارلز الأربعاء إلى ألبانيا في أول زيارة دولة يقوم بها منذ إعلانه ملكا لبريطانيا وأفاد قصر باكينغ هام بأن زيارة تشارلز لألمانيا ستستغرق ثلاثة أيام وستشمل العاصمة برلين وولاية براندبورغ شرق البلاد ومدينة هامبورغ الساحلية الشمالية وستتطرق زيارة إلى أهم القضايا التي تواجه البلدين ختم الموجز تبقى روابط القناة وصفحتها في خدمتكم دائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة